ما رأي الشيخ صالح بتطويل خطبة الجمعة وما السنة في الخطبة والصلاة؟ تطويل خطبة الجمعة مخالف للسنة النبي صلى الله عليه وسلم حث على إقصار الخطبة وإطالة الصلاة قال صلى الله عليه وسلم أطيل الصلاة وأقصر الخطبة هذا هو الهدي النبي وهذا هو السنة قال صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقحه فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وبعض الناس على العكس خصوصا بعض الشباب هداهم الله فإنه يطيل الخطبة ويذهب يمينا وشمالا ويذكر أحوال الدول والأمم ويريد أن يعدل الدنيا كلها في خطبته وهذا مخالف للسنة الخطبة يلاحظ فيها أحوال الحاضرين وينبههم على الأخطاء التي يقعون فيها ويعلمهم أحكام دينهم مع الاختصار وعدم الإطالة نعم